احدى الاماكن التي يقصدها العديد من المواطنين لسياحة الذين عبروا عن امتعاضهم جراء المبالغ التي يدفعونها للدخول في هذا المكان والله ساقل الجهة المعاقف الله أمان الله أرجع فارق إصدار وصولات لجباية الأموال تحتاج إلى موافقات قانونية لمعرفة الجهة التي تذهب إليها وفق لوائح قانونية وشرعية من خلال يومين بدرت على مواقع التواصل الاجتماعي شكاوي كثيرة من المواطنين بخصوص قطارة المام علي عليه السلام وكان حقيقة هذا مختصر بساحة وقوف السيارات التي تجبي من كل زائر مبلغة التلاب دينار بوصل رسمي على أساس الذي جرى السيد المحافظ وجه بكتاب رسمي عاجل وعلى الفور على قام مقام قضاء الحر لإجراء التحقيق بهذا الجانب ومعرفة الجوانب القانونية والرسمية لهذه الإجراءات التي متخذها من قبل المزار في قطارة المام علي تأهيل الطرق وتوفير أماكن للاستراحة وصرف رواتب الموظفين العاملين يحتاج إلى أموال كثيرة بالوقت الذي يؤكد به أمين هذا المزار السياحي أنه لا ينتمي لأي جهة حكومية وسقطاع رسوم الدخول تذهب لخدمات هذه المنطقة السياحية هذا المزار لا تابع لا الوقف الشيعي ولا تابع أي المزارات هذا أنا متبرع وبعض الذي الله أكرمهم أن يساعدوني بهذا المكان قدمنا هذا المكان بنينا هذا المزار قدمنا هذه الأشجار وهذه ساعدتنا اللي الله وفقهم إن شاء الله قدمنا بالنسبة للمكان بمئة موظف رواتبهم كلها على نفقت الخاصة المكان يحتاج خدمة يحتاج تطوير يحتاج إحنا جاي نأخذ من الزائرين اللي الله يوفقهم إن شاء الله نقول إن شاء الله ويقضى حوائجهم فالشيء بسيط تافه جدا إنه 3000 دينار قراجية قراجية مهم قراجية وإنما الخدمة اللي جاي نقدمها إليه أحد الأماكن التي يقصدها العديد من العراقيون من مختلف المحافظات العراقية للسياحة والإصطيافة من كربلا جاسم الهميم التغيير ترجمة نانسي قنقر